لماذا بيت الله منذ البدء وحتى في أيام المسيح لا يوجد به صور الأنبياء أو تمثيله إذا عملت صورة عشان تعبدها مرفوض إذا عملت تمثال عشان تعبده مرفوض لأن الوصية واضحة لا تصنع لك تمثالا ولا صورة ما مما في السماء ولا ما على الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأن الرب إلهنا إله غيور الواضح لكن لما نمسك الصور والتمثيل مش كعبادة ملكة إيه كلغة الصورة عبارة عن لغة بتجسد للي ما يعرفش يقرأ الأمر واحد ما بيعرفش يقرأ يشوف صورة المسيح مصلوب يشوف صورة العدرة يتذكر تاريخها يشوفها وهي هربقة لأرض مصر هي ويوسف والطفل يسوع هل نحن نعبد الصور أو التمثيل لا والدليل على ذلك روح شوف الوسانيين لما كانوا يعملوا وسن يعملوا إله واحد وسن أنت لو دخلت كنسيتنا تلاقي في سبع تمن تسح صور للعدرة هل العدرة دي ولا نعبد دي ولا نعبد دي ولا نعبد دي ولا واحدة فيه الصور موجودة للتسكار أرى لما بص بسطرة عدرة أتذكر العدرة العدرة مش الصورة زي الكتاب المقدس الحروف المكتوبة ما هياش الكلام لكن الكلام هو تعبير رمز يعني أنا لو جيت لك في وراء وكتبت لك الله محبة ما دي وراء وحبر عادي زي أي وراء وحبر لكن المعنى والروح الداخلي يبين لنا ويظهر لنا دي نمرة واحد نمرة اتنين في نفس السؤال أنت بتقول بيوت الله مفاش صور لا فيه روح أقرأ الهيكل بتاع سليمان ولا الخيمة بتاعت موسى يعمل صور كاروبين بالدهب الكاروبين دول طغامات ملائكية وكانوا بيعبدوها بيعملوها وكانوا بيزينوا بيها الهيكل فكان مزين بصور الكاروبين مزين بصور أخرى زي أخصن الزيتون كانوا بيعملوها وزي العنب اللي كانوا بيعملوه فكانوا بيعبدوه يعملوه هذه الصور بس ليست للعبادة لكن للتزيين وللتسكير تقول لي لا تصنع تمثاله وربنا مش قال لموسى اعمل تمثالين كاروبين من هنا وكاروبين من هنا على تابوت العهد وبصل لبعضه ورفعين اجنحتهم لفوق هل احنا بنعبد الكاروبين لا دول عشان يذكرونا ان الكاروبين اللي طردنا من الجنة ووقف على باب الجنة بصص في الدم اللي بيتحط على الغطاء عشان كده الغضب راح والكاروبين بدل ما يبقى ضدنا بامعانة في حياة التسبيح والصدق